مشاهدين أسدتم مساء إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة بالبداية درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل وأيضا هناك سحب رعدية ستظهر بعد الظهر وتميل أجواء إلى الاستقرار في المساء بإذن الله مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وعلى الخرائط التي تمثل أماكن الهطول نراحظ وجود هطول في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة لكن أيضا هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر ظهر وبعد ظهر يوم الاثنين وتبقى للمساء لكن إن شاء الله أثناء الليل تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيا وتتناقص كميات السحب تدريجيا وينعدم الهطول أيضا تدريجيا الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا وهناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشرقية من المملكة وبعض المناطق أن حالة عدم الاستقرار الجوي تسبب هطول زخات رعدية من المطر مختلفة الشدة في المكان والزمن الحرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة 17 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غدن الاثنين أجواء غائمة جزئيا حتى تقريبا حتى فترة مع بعض الظهر وهناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر والحرارة العظمى بحدود 26 لكن الأجواء بالليل تكون صافية وأيضا درجات الحرارة الصغرى أعلى من معدلاتها تكون الأجواء اللطيفة والصغرى المتوقعة 17 درجة مئوية يوم الثلاثة والأربعة استقرار على الأجواء أجواء مشمسة تظهر بعض السحب العظمى المتوقعة يوم الثلاثة 27 درجة أيضا الثلاثة ليلا بتكون الأجواء اللطيفة والحرارة 17 يعني أجواء يوم الثلاثة والأربعاء أجواء معتدلة بالنهار لكنها لطيفة ليلا الأربعاء العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية تميل قليلا إلى البرود في ساعات الصباح الباكر الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة من المملكة الأجواء في المناطق الشمالية غائمة جزئيا فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر إربت 29-18 عجلون 27-17 جرش 29-19 المفرق 28 إلى 17 درجة مئوية المناطق الوسطى أيضا أجواء غائمة جزئيا درجات الحرارة العظمى المعدل فرصة لسقوط زخات رعدية البلقاء 28-17 مأدبة 28-17 البحر الميت 36-23 عمان 26-17 والزرقاء 29 إلى 19 درجة زخات متفرقة من المطر في فترة الظهر وما بعد الظهر الكرك 27-18 الطفيل 26-18 الشراح 23-14 عمان 26-16 العقبة أجواء مشمسة حارة نسبيا العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء مغبرة حارة نسبيا غائمة جزئيا فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر الأزرق 32-19 الصفاوي 30-18 والرويشة 30-17 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى لجميع السلامة وشكرا لمتابعتكم ولكم تحية من طقس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة